استكمالاً لمثال أربعة بالوحدة الثالثة نظام تكليف الأوامر الإنتاجية في مثال أربعة نستعرض مثال أربعة سريعاً لأننا حلينا المطلوب الأول والتاني عشان نهل الثالث فنتذكر مع بعض مثال أربعة كان أعطيني في مثال أربعة المواد المباشرة والأجور المباشرة وكنا حسابنا التكلفة الإضافية المحملة بضرب 40% في الأجور المباشرة وكنا من رقم اثنين طلعنا التكليف الصناعية غير مشها الفعالية جمعنا الأرقام ديت وكان أعطيني معلومات عن الأوامر اللي تمت واللي ما تمتش واللي استكملت واللي ما استكملتش حلنا المطلوب الأول حددنا فروض تحميل وعملنا ملخص البطاقات كان بقي تصوير حساب مراقبة الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل وحساب مراقبة الأوامر الإنتاجية التمة أما حلنا المثال جبنا الفروض عن طريق أننا حسبت التكليف الإضافية المحملة بضرب الأجور المباشرة في معدل التحميل وبعد ما طلعنا التكليف الإضافية المحملة بستين ألف جمعنا التكليف الصناعية غير المباشرة الفعالية بخمسة وستين ألف وطرحنا الفرع بينهم طلعنا فروق التحميل خمس تلاف بالنقص عالجناها في الحساب أرباح وخسير وأن حساب أرباح وخسير خمس تلاف خمس تلاف حساب فروق تحميل وعدنا ملخص البطاقات عدينا ملخص البطاقات للأوامر الخمسة بالشكل التالي وكنا طلعنا استنتجنا أن الأمر خمس تلاف وواحد إجمالي تكلفته تسعة وعشرين ألف خمس تلاف واثنين إجمالي تكلفته اتنين وستين ألف خمس تلاف وثلاتة إجمالي تكلفته ستة وستين ألف خمس تلاف واربعة إجمالي تكلفته تلاتة وخمسين ألف خمس تلاف وخمسة إجمالي تكلفته مئة ألف وكان عندي إجمالي المواد التي تصرفت على الأوامر كلها 100 ألف وإجمال الأجور المباشرة التي تصرفت على الأوامر كلها 150 ألف وإجمال التكاليف الأضافية التي تصرفت على الأوامر كلها 60 ألف وكنا حددنا موقف الأمر إن 50001 تم و5002 تم و5005 تم إذن اللي ما تمش اللي هي 5003 و5004 ومن اللي تم كنا حددنا 50001 تم وسلم للعملاء و5005 تم وسلم للعملاء لبال اللي تم وباقي بالمخازن كان 5002 من هذا الملاقص عايزين نعمل المطلوب الثالث المطلوب الثالث عشان نعمله طالب نصور حسابين حساب اسمه حساب مراقبة الأوامر الانتاجية تحت التشغيل وحساب مراقبة الأوامر الانتاجية التامة إذا يتم إعادات هذين الحسابين بنقدم كالآتي بنخط هنا رصيد أول المدة إن وجد إن وجد بعد كده نحط المواد المباشرة والأجور المباشرة والتكاليف إضافية محملة بنجيبها منين الإجمال اللي تصرف على الأوامر كلها من البطاقة كل ده يجي من البطاقات من ملخص البطاقات الملخص اللي عملنا قبل كده بنجيب في الجانب الداين الجانب الداين نشوف الأوامر التي تمت التي تمت والأوامر التي لم تتم الأوامر اللي تمت نسجلها هنا حساب مراقبة الأوامر التامة واللي لسه ما تمتش تفضل كرصيد آخر المدة نرفع منين بقى من الملخص اللي عملنا في الصفحة السابقة نشوف كم واحد تمهم وأجمحهم والإجمال يتحط هنا كم واحد ما تموش أجمحهم وحط الإجمال هنا يبقى كده رصدنا الحساب الأولين حساب الثاني بنشوف رصيد أول مدة إن وجد رصيد أول المدة إن وجد بقى أخذ الرقم اللي دي هنا اللي موجودنا ها ونقله هنا وسميه حساب أنوان الحساب اللي جاي منه مراقبة الأوامر الإنتاجية تحت تشغيل مراقبة الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل ونجمع نشوف بقى إذا كنا هنا بنشوف اللي تم واللي لم يتم هنا نشوف المباع واللي لم يباع اللي اتباع أشوفه الأمر كامل اللي اتباعه وعديه حساب مراقبة تكلفة المبيعات اللي ما اتباعش لسه يفضل كرصيد آخر المدة دي فكرة الحسابين باختصار يبقى إذا في حساب مراقبة الأوامر تحت التشغيل بحط كل التكاليف اللي هي المواد والأجور والإضافية اللي جات اتجمعت في الملخص وأشوف الأوامر اللي تمت واللي ما تمتش واللي تمت أخطها وانقلة هنا أشوف هنا اللي اتباعه واللي ما اتباعش هذه الفكرة نشوف بقى بالتطبيق على أرقام التمرين أو المثال الرقم 4 اللي معانا حساب مراقبة الأوامر الانتاجية تحت التشغيل قدي المدين ودي الداين رصيد أوامر تحت التشغيل الأول مدى ما كانش فيه طيب كان عندي من ملخص البطاقات 100 ألف حساب مراقبة المواد المشرة وكان فيه 150 ألف حساب مراقبة الأجور وكان فيه 60 ألف حساب تكاليف إضافية محملة مجموحهم 310 ألف 310 ألف يبقى الأرقام دي كانت جات منين مجموحهم مجموح الأشياء دية من ملخص البطاقات في الداين حساب مراقبة الأوامر الانتاجية التامة رصيد أوامر تحت التشغيل الأخر مدى يبقى ده اللي تم وده اللي غير تام اللي لسه ما زال تحت التشغيل أبص لو رجعت وراء لملخص البطاقات حاليا كان فيه 3 تمهم التلاتة اللي تمهم 50001 و 50002 و 50005 أجمع أرقامهم من الملخص اللي فات ومجموعهم مجموعهم 191 ألف اللي ما تموش اللي ما زالوا تحت التشغيل كان استنتجنا إذا كان 50001 و 50002 و 50005 دي الأوامر اللي تمت ومجموع تكلفتهم 191 ألف automatic استنتج اللي ما تمش غير دولت بقى 5003 و 5004 وجمع تكلفتهم من الملخص والمجموع هو ده رصيد 119 ألف رصيد أوامر تحت التشغيل آخر المد حساب الثاني حساب مراقبة الأوامر الإنتاجية التامة المدينة والداين أبدأ برصيد أوامر تحت إنتاجية تامة أو المد ما فيش وأبدأ أخذ الرقم ده 191 ألف اللي تم يتنقل هنا باسم إيه بكتب جنبها اسم الحساب اللي جاي منه المية واحد و 20 ألف دي كانت جاي من حساب كان عنوانه مراقبة الأوامر إنتاجية تحت التشغيل يبقى تكتب هنا كلمة مراقبة الأوامر إنتاجية تحت التشغيل وأجمع مجموحهم 191 ألف أنقل المجموح هنا أشوف بقى هنا مراقبة تكلفة المباعات ورصيد أوامر إنتاجية تامة أخر مدة يبدأ المباع واللي لم يباع هبص في ملخص البطاقات كان قال لي اللي تباع 5000 و 1 و 5005 أجمع تكلفهم والمجموح يتحط هنا مجموح تكلفهم 129 ألف اللي ما تباعش كان قال لي الأمر استنتجنا الأمر 5000 و 2 تكلفته تتحط هنا 62 ألف يبقى مجموحهم 191 ألف أي